عمار الحكيم حفيد محسن الحكيم يفتخر بهذا الهزال رجاءً اعرضوا لنا الفيديو كذلك الحزب الإسلامي العراقي وهو حزب سنين مذهب لكن عند تأسيسه كان يحتاج إلى غطاء شرعي ولم يحصل على هذا الغطاء من العلماء المتوفرين آنذاك في دائرة مساح ومساحة علاقاته فجاء إلى الإمام الحكيم وأخذ التبريك من الإمام الحكيم والغطاء الشرعي للعمل السياسي للحزب الإسلامي وتعرفون أن حزب الإسلامي في تلك المرحلة حينما ذهب ليسجل نفسه حزباً في الدولة العراقية قدم الإمام الحكيم كمرشداً عاماً للحزب الإسلامي في الوثائق الرسمية للتأسيس الرسالة التي أرسلها إلى جمال عبد الناصر يحذره من إعدام الشيخ قطب السيد قطب وهو من علماء الإسلام والمؤلفين المعروفين إلى غير ذلك ولم تكن له مصلحة خاصة مباشرة مع السيد قطب سوى أنه انتصر لعالم إسلامي يتعرض إلى الإعدام في دولة مسلمة وعربية انتصر لسيد قطب وهو لا أعرف عنه شيئاً ما قاله عمار الحكيم وهو يعدد مناقب جده محسن الحكيم من أنه سجل حزب الأخوان المسلمين في العراق هو الحزب الإسلامي الحزب الإسلامي هو حزب الأخوان المسلمين في العراق سجل في وزارة الداخلية الوثائق موجودة إلى يومنا هذا من أن المرشد العام له محسن الحكيم أية مسخرة هذه لا توجد مجموعة ناصبية عبر التأريخ كمجموعة الأخوان المسلمين أقول هذا عن تحقيق وعن تدقيق وعن معرفة بتفاصيل تأريخهم وعن قراءة لكل مكتبتهم وعن دراية بكل أفكارهم وأعتقد أن برنامج السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشعية يثبت ما أقوله هنا من سعة الطلاع وبدقة متناهية بخصوص هؤلاء لا أعرف مجموعة ناصبية عبر التأريخ كمجموعة الأخوان المسلمين إنها الأكثر نصبا وعداءا والأكثر قذارة وخطرا على دين العترة الطاهرة لأن مشكلتهم تبدأ من المشكلة الفكرية هناك عملية غزو فكري لساحة الثقافية الشيعية فعلماء الشيعة متخلفون جدا متخلفون جدا في العمل الاجتماعي في العمل السياسي في العمل الثقافي متخلفون جدا خصوصا في فترة الخمسينات من القرن العشرين الميلادي من الخمسينات إلى الستينات إلى السبعينات حيث انتشر الفكر القطبي القذر النجس في أجواء الشيعة في العراق وفي إيران وفي لبنان وفي دول الخليج العربي في كل المناطق التي يتواجد فيها الشيعة حكاية طويلة أين تصنفون هؤلاء حينما يفتخر عمار الحكيم بهذه المناقب العظيمة أين تصنفونه صنفوا الجميع صنفوا الجميع حتى تعرفوا أين تضعون أقدامكم وإلا ستبقون مضحكة ومسخرة كحال آبائكم وأجدادكم وأجداد أجدادكم لقد ضحكوا علينا ضحكوا علينا ولا زالوا يضحكون علينا هؤلاء الأوباش إلى هذه اللحظة نفسه نفسه طالب الرفاعي وهو حي هو حي يرزق هو حي يرزق يعيش الآن في الولايات المتحدة الأمريكية هو 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 يصف محسن الحكيم بأنه خروف الشيعة وفعلا وفعلا كان خروفا يقوده طالب الرفاعي هذا يصفه بأنه خروف الشيعة وما هو بمرجع الشيعة رجاء اعرضوا لنا الوثيق يا سيدي أنا كلفني رئيس رئيس عميد كلية الشريعة في الأسهر محمد محمد المدني ومدير مجلة رسالة دار التقريب هذه المجلة مديرها محمد محمد المدني نعم التحرير محمد محمد المدني وهو عضو بارز من أعضاء جماعة التقريب بين المذاهب قال لي احنا محتاجين عالم شيعي احنا كدار تقريب الشيخ القمي ما موجود عندنا دائما والمسائل الشيعية احنا ما عدنا إلمان بها هو نفسه اللي طلبت منه اللي طلبت منه سماحتكم ان تكتب رسالة فقال لك انت اي هو هو نفسه قال انت الرسالة المفتوحة رحمة الله يعني انسان عظيم هذا الرجل فانا قبل ما اروح اودع السيد ومن ارجع اصل خدمته اقول له انا رايح للمصور وكذا وكذا ومن ارجع اقول له ما شاهديت شفيت كذا كان منفتح عليه السيد الحكيم رحمة الله يعني وكان يعتمد عليك اعتماد يعني على اولاده ما كان يعتمد مثل ما يعتمد عليه على كل هذا حديث شخصي هذا فانا اعرف اوقاته اللي يتفرق فيها وخف عندنا الجسم فرحت له في وقت بس هو واحدة قاعد قاعدت يم وصعد في مكان مو مو المكان الرسمي مكان فوق اعلى يعني الدور الثالث الاول هو يقعد الثاني بالثالث قاعد بغرفة صغيرة فانا ما يهجبوني عنك وانا السيد قالوا فوق احد عندك قالوا لا رحت عليه كنت اتحدث وياه في موضوع مصر وكذا بالصدفة ايجا سيد ابراهيم اليزدي ابو سيد خليل وزوج بنته نعم اخي سيد مهدي شقيقة سيد مهدي هي البنت الوحيدة شقيقة سيد مهدي وعند ابنات اربعة من زوجتها الاولى فقاعد سيد ابراهيم هو والجدار سواء ما يحجي لكن اذان فات اذان الى ان بعد ما قدر يتحمل يتشي المصريين ويتشي كذا ومحمد المدني انفجر علي قال لسيدنا انت صالك ساعة تكلم السيد عن مصر وعرحتك المصر وزيارتك المصر جنابك خليتي ما سيبون عمار هذا اقدر نشرة اقدر نشرة ها 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 خليتي ما سيبون عمار التفتت للسيد قلت لسيدنا هل عندك في برنامجك هذه المادة اللي طرحها السيد الطباطباي يعني هل انا مكلفة اوجه المصريين لسبع مار شوين التقية اللي يقول عنها الامام ديني التقية ديني ودين اباي فهذا السيد يدني اخرج على جعفر ابن محمد السيد صار كالجتار لا يجاوب ولكن لما شاف حشتي قوية جر سيد محسن طيني ايدك قم قم سيدنا قم يولا بجر ونزل ونزل للبراني وانا ظلت قاعد وحدي السيد محسن ما علق ها والسيد محسن ما علق بس عيان اتت بص علي ما صير هذا الموقف فانق عدت بشي قدت هذا المرجع وهذا خروف هذا مرجع الشيعة ولا خروف الشيعة يقولون يعني الشيعة دينهم سبع مرض ما قدر نكمل الحديث نكمل الحديث ستح خروف الشيعة هذا هو الذي يقوله مستشاره مثلما اقول لكم دائما الذي يجري في الكواليس هو غير الذي يعرضونه لكم على خشبة المسرح طالب الرفاعي ذكر إبراهيم اليزدي هذا حفيد كاظم اليزدي صاحب العروة وهو صهر محسن الحكيم رجاء اعرضوا لنا الصورة التي تجمع بين محسن الحكيم وصهره إبراهيم اليزدي هذا محسن الحكيم وبجانبه صهره إبراهيم اليزدي الذي كان يتحكم في محسن الحكيم تحكما شديدا كان يعبث به كما يريد كما يشاء بالضبط مثل ما وصف طالب الرفاعي بأن هذا خروف الشيعة وما هو بمرجع الشيعة ولذا جره كما يجر الخروف هذا حفيد كاظم اليزدي وإلى هذا يشير الوائل الخطيب المعروف في قصيدته التي عنوانها شباش العباس وهي قصيدة طويلة سأقرأ بعضا من أبياتها إنها باللهجة الشعبية العراقية يتحدث فيها عن مرجعية محسن الحكيم وكيف أنهم سرقوا أموال الشيعة في العراق هذا الوائل وهذه القصيدة معروفة يمكنكم أن تعود إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع كي تطلعوا على تفاصيل هذه القصيدة يا برهوم يا برهوم من جملة أبيات القصيدة إنه يخاطب إبراهيم اليزدي فبرهوم تصغير لإبراهيم يا برهوم يا برهوم يا برهوم لف ما طول شف الحائك تسدي الحائك الحائك إنه يشير إلى محسن الحكيم يقول لإبراهيم ما دام الحائك موجودا ينسج وينسج فأنت لف هذا النسيج لفه لك يا برهوم يا برهوم لف ما طول شف الحائك تسدي من قبلك بنسوقيا جدك كاظم اليزدي هذه الأسواق التي بناها كاظم اليزدي في الكوفة من أموال الشيعة ما كان يعطي الحقوق الشرعية كاظم اليزدي المقدس العظيم سرق الأموال وبنا بها أسواقا في الكوفة وبنا حماما وبنا وبنا وترك ذلك لأولاده وأحفاده فهذه الحكاية يعرفها المطلعون على تأريخ النجف وتأريخ الكوفة والوائل يشير إلى هذه الحقيقة وهي حقيقة معروفة حتى أن الجواهري محمد مهدي الجواهري الشاعر المعروف تحدث عن هذا الموضوع في قصائده عن أسواق كاظم اليزدي في الكوفة يا برهوم يا برهوم لف ما طول لصوص لصوص هؤلاء سراق الرسائل العملية الموجودة الآن هي إنعكاس للرسالة العملية التي كتبها كاظم اليزدي العروة الوثقة مسائل التقليد ومسائل الخمس من نحو الموجود الآن بين أيدينا جاءتنا من هذه الرسالة من رسالة كاظم اليزدي الرسائل التي قبل رسالة كاظم اليزدي كانت تختلف بعض الشيء يا برهوم يا برهوم لف ما طول شف الحايش تسدي من قبلك بنسوقيا جدك كاظم اليزدي مثل ما كان جدك لصا فأنت لصا كذلك يا برهوم يا برهوم لف ما طول شف الحايش تسدي من قبلك بنسوقيا جدك كاظم اليزدي شنه الأخرة والدين كل هذا عقل هندي هذه ثقافة عراقية يصفون العقل الضعيفة والعقل السخيفة بأنه عقل هندي جزء من ثقافة الشعبية العراقية شنه الأخرة والدين كل هذا عقل هندي اللي قال مطي إنه الشيعي لأن الشيعي مطي وهذا المصطلح من أن الشيعة حمير هذا مصطلح شائع في أجواء المراجع والعلماء والوائلي هنا يأخذ هذا المصطلح من جو الثقافة المرجعية النجفية والكربلائية اللي قال مطي يركب ليش التعب والممشى قلت لكم ضاع دين العترة ما بين المراجع الحمير والجحوش المخلدي ضاع دين العترة ما بين الحمير والجحوش هذا وائليكم هو الذي يقول يا برهم يا برهم يا برهم لف ما طول شف الحاي شتسدي من قبلك بنسوقيا جدك كاظم اليزدي شنه الآخرة والدين كل هذا عقل هندي اللي قال مطي يركب ليش التعب والممشى ويستمر يخاطب صهرة المرجعية كأصهاري المرجعية أسيس تانية ما هي الحكاية نفسها الأيام هي الأيام والشخص هم الشخص بسك 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 يلهلكت للدين قابل تطلب اللفصور ترى السلبية والسرداب والقاصة وبعدك غول ابحق معبودك الدرهان الآن تحول إلى الدولار إذا كان الخطاب مع أصهاري المرجعية السيس تانية مع جواد الشهرستاني مع مرتضى الكشميري ابحق معبودك الدولار ابحق معبودك الدرهم التغطيه بحنك مسدول فكياخة وخلصني إلك عندي ودي وفرشة أنا لا أريد أن أشرح الأبياتة لضيق الوقت فإنني أعلم أن كثيرين يتابعون البرنامج وهم لا يعرفون اللهجة الشعبية العراقية يخاطب آل الحكيم أسرة الحكيم هكذا يخاطبهم الوائلي أكلوا 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 يا أطباع الزور أكلوا أكلوا يا أطباع الزور ما طول السبع يفرس يشير بالسبع إلى محسن الحكيم معروف في الغابات فإن الضباع تنتظر بقايا فرائس الأسد أكلوا 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 يا أطباع الزور ما طول السبع يفرس قبل لا يقعد النايم الوائلي يتحدث عن الشيعي النهيم ما هو الشيعي مطي وأبو مطي وجد مطي وجد جد مطي وهو نايم إذا قعد يعني شي صير مطي نايم يقعد أن مطي يقعد يناهق يعني يقعد يغرس صير بول بول مطي نايم ابن مطي وجد مطي وجد جد مطي عند المراجع إذا قعد منه ما يجي يصير يقعد مطي أحنا نتأمل ما نريد المطي يصير بول بول بلك هالمطي يدري هو مطي بلك هالمطي يدري هو مطي ما نريد يصير بول بول عمي شي يسوي بول بول أكلوا 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 يا أطباع الزور ما طول السبع يفرس قبل لا يقعد النايم والمضروب بنجي حس وتردون للشمعة إلى جدهم الذي كان يشعل الشموع وكان الزوار الذين يأتون من جنوب العراق الذين يسمونهم المعدان هم يتصدقون عليهم وتردون للشمعة كان يشعل الشموع في الحضرة العلوية ويرد العلق للمفلس يعود الطبطباء إنه جدهم الذي كان في النجف يعود الطبطباء الهيس الهيس يعني الأحمق الأثوال الغبي البليت يعود الطبطباء الهيس باب الصعني تمشي هذا الوائلي هذه قصيدة الوائلي هذا ما هو كلامي هكذا تدور الأمور في النجف يا أيها الشيعة المسخرة يا أيها الشيعة المسخرة والأمر أسوأ من هذا هذه لقطات سريعة خاطفة نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر